نشوف سؤال كامل هل من الممكن بعد طلاقي أعيش أنا وأبنائي في بيت عيلة في شقة حضانتهم؟ لأن والدهم رفض أن يجيب لهم مسكن حضانة وقال هي دي الشقة اللي موجودة مش هيجيب شقة تاني تمام ممكن تعيشي مفيش حاجة تمنع بس لو اشتغلنا بمنطق صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حال وربما دي تكون فرصة أن الولاد يكونوا في استعيلة باباهم فتبقى العلاقات كويسة فما تقعدش تقرفه بعد بقى بقى بقصة النفقة والجاري في المحاكم لكن المهم أن انت تبقى عندك قدرة على ضبط الحدود في العلاقات ما بقاش فيه تعدي ما بقاش فيه تلسين ما بقاش فيه تلقيح لا من طرفك عليهم ولا من طرفهم عليك ولا فيه تعدي باللفز ولا بالفعل بالتأكيد ولو حصل أي شكل من أشكال التعدي حضرتك تطلبي النجدة وتحاول توقفه المسائل في الحدود دي ما فيش مشكلة أن انت تعيش في نفس البيت أنا أعتقد أن ده مش هيبقى وحش للولاد لو زابطوا العلاقات طيب لو ما زابطوش العلاقات في الحالة دي هتضطر أن انت تسيبي البيت وتطلبي أجر مسكن والمحاكم للأسف مش بتدي مبالغ كبيرة لكن ممكن تدي مبلغ معقول يجيب شقة صغيرة في حتة متوسطة مش أعظم حاجة في الدنيا جربي الأول بوضع قواعد وحدود واتفقي مع طليقك أن كل واحد يبقى في حاله وأننا نحترم بعض ونحترم ولادنا وما فيش حد يتدخل في حياتهم وإن شاء الله الأمور تمشي كويس ترجمة نانسي قنقر